اعترض حرس السواحل الإيرانيين ناقلة بترولية جزائرية تابعة لمجمع سوناتراك وتم إرغامها على الدخول في المياه الإقليمية الإيرانية عند عبورها مديق هورموز وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن الناقلة تم اقتيادها على ساعة السابعة والنصف مساء من يوم الجمعة وكانت الناقلة تتجه صوب المملكة العربية السعودية لشحن النفط الخام لفائدة الشركة السينية أونيباك وعلى إثر ذلك تم على الفور إنشاء خلية متابعة بين وزارتي الطاقة والشؤون الخارجية على أن تتم معالجة هذه القضية